سلسلة عمليات إطلاق نار وطعن نفذت هذا العام في القدس المحتلة والمدن الإسرائيلية وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين يجمع بين هذه العمليات أنها في أغلبيتها دون إطار تنظيمي من فصائل المقاومة الفلسطينية واستخدام منفذيها الأسلحة النارية للمرة الأولى منذ سنوات في القدس وداخل إسرائيل في الثاني والعشرين من آذار أدت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع جنوبية إسرائيل إلى مقتل أربعة مستوطنين ونفذها محمد أبو القيعان من داخل الخط الأخضر وبعد خمسة أيام فقط قتل شرطيان إسرائيليين بإطلاق نار في مدينة الخديرة نفذها فلسطينيان من داخل الخط الأخضر غدا تجتماع النقب الذي جمع وزراء خارجية عرب مع نظيريهم الإسرائيلي والأمريكي ولكن العمليات أخذت منحا جديدا مساء يوم التاسع والعشرين من مارس عندما فتح ضياء حمارشي من بلدة يعبد بجنين النار على خمسة إسرائيليين في منطقة بن براك بتل أبيب ما أدى إلى مصرعهم مساء السابع من أبريل قتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها رعد حازم في شارع ديزينغوف بتل أبيب أطلقت بعدها الحكومة الإسرائيلية عملية عسكرية في الضفة الغربية سمتها كاسر الأمواج ورغم هذه العملية العسكرية قتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار لفذه فلسطينيان من كتائب القسام على مدخل مستوطنة أرييل شمال الضفة الغربية مساء الخميس السابع والعشرين من أبريل الماضي وفي الخامس من مايو لقي ثلاثة مستوطنين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في عمليات تقول الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين نفذها في مستوطنة إلعاد شرقة الأبي بحسب محللين عسكريين وأمنيين إسرائيليين فإن القاسم المشترك في تلك العمليات هو أنها فردية وأن منفذيها لا يلمحون عن نيتهم تنفيذها ما يصعب كثيرا على الشابات والجيش الإسرائيلي اكتشاف نيات معتزمي تنفيذ ترجمة نانسي قنقر